هيدلاينز جريدة المغرب في عددها السادر لليوم لربعة ثنين وعشرين نوفمبر تكتب كشفتها نقاشات مشروع تجريم التطبيع ومشروع قانون المالي الفين وعبع وعشرين مجلس نواب بخمسة وعشرين جوليا نسخة تبقى الأصل من سابقين على خلفية إيقاف يوسف العواد نيو وثلاثة نقابين بتهمة تعطيل العمل وتكوين وفاق الجرامي اليوم تجمع أمام دار الاتحاد الجهوي لشغل في اسفاقس واتحاد الشغل يدعو إلى عقد هيئة إدارية وطنية غدا مع دخول الحرب على غزة يومها السادس والأربعين حماس تؤكد على قرب تواصل الاتفاق حول هدنة مع إسرائيل رئيس لجلة الحريات في نقابة الصحفين الفلسطينيين محمد اللحامي يقول هناك استهداف ممنهج للصحفيين في غزة والظفة جراء فضحهم ولزيف رواية الاحتلال جريدة الشروق تكتب رجال أعمال يهربون إلى الخارج خوفا من التحقيقات ضدهم في جراء مالية وتبيض ملياراتهم نيران المقاومة تطالها على جميع الجبهات إسرائيل محاصرة بعد استشهاد ستين صحفية صهاينة يغتلون صحفية المديدين فرح عمر وربيع المعماري حقد صهاينة بلا حدود جثث الشهداء في الثلاجات وأعضاء في المزاد فيما العرب يتمسكون بالتطبيع جنوب إفريقيا تقتل علاقات مع الصهاينة في قضية التآمر على أمن الدولة إداع الإطار الأمني محرز الزواري السجن أبرزها زيت الزيتون والتمور تونسي محروم من خيرات بلاده هذه نسكلة تأيدها نمشي لجريدة الصباح في ملفات الصباح مستشفياتنا تنهار في ظل غياب الأدوية ضعف التجهيزات ونقص الأطباء وزير الداخلية يقول هناك فصول قانونية مهينة للتونسيين يجب تعليقها 47 يوم من العدوين على غزة حرب مفتوحة على المستشفيات قضية النقابيين في صفاقس خلافة الاتحاد والسلطة يأخذ أبعاد جديدة رئاسة الحكومة تعيد ملف الجمعيات والتمويل الأجنبي إلى الواجهة نقرأ وزيدة في جريدة الصابح في عددها الصادر لليوم بعد اللقافات الأخيرة هل يعتمد الرئيس سياسة العصا والجزارة مع رجال الأعمال الاستثمار في الأعلام كومبرس جراميديا جروب الإندونيسية الصرحة الإعلامي الدعم لاقتصاد الدولة يحالون اليوم على النيابة العمومية موظفون ونشطون متهمون بالتخطيط لإفشال الانتخابات البلدية كيف كيف نقرأ في جريدة الصحافة اليوم في الافتتاحية الاحتلال يستهدف عين الحقيقة لكنه لن يقتلها ضد الكيان الغاصب والضمائر المستترة المقطعة الثقافية والأكاديمية فعل مقاومة أيضا السماسرة والمضاربون سبب الغلاة والحل في دعم زيت الزيتون لمن استطاع إليه سبيلا التضخم الغذائي ناهز 14% تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية ينهك ما تبقى من الطبقة المتوسطة مديرة ديوين رئيس الحكومة تكشف صدور أحكام قضائية علقة نشاط 97 حزب لم تقدم تقاريرها المالية تقريباً هذا ما أهم كتب التجارات والصحف التنسية لليوم في عددها صادر لليوم 22 نوفمبر نمشي لأهم الأخبار لسايرة في العالم في روفي دو بريس انترناسيونال ترجمة نانسي قنقر